اشتركوا في القناة 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 وهذا ثابت عند المسلمين وبإجماع المسلمين إذن التحريف بمعنى الزيادة بمعنى النقيصة بكلمة أو بكلمتين أركز مع التحفظ على نفس القرآن في القرآن واقع سمعتم ما تفضلتم به من حرق عثمان لهذه مسألة توحيد المصاحف كانت نعم وتوحيد المصاحف ليست مسألة أنه تلوين القرآن ولكن توحيد القراءات على قراءة واحدة بهذا الاعتبار الخالف باعتبار أنه حصل في زيادة وحصل في نقيصة هذا معنى التحريف والتحريف بهذا المعنى أركز واقع في الإسلام وبصدر الإسلام المعنى الثالث التحريف التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة في الآية وفي السورة مع التحفظ على أصل القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونرى بأن التحريف بهذا المعنى أيضا واطع بين المسلمين والآخر التحريف بمعنى الزيادة بس لا الزيادة والنقيصة التحريف بمعنى الزيادة بأي معنى؟ بمعنى أن بعض المصحف الذي الآن بأيدينا ليس من الكنام المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين لماذا؟ لأن المسلمين والشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد بأن القرآن الموجود الآن بأيدينا سوف نتعرض إلى ذلك إن شاء الله هذا القرآن نفس القرآن الذي نزل على نبينا رسول الله نعم صلى الله عليه ورحمة نعم والمعنى الثالث والمعنى الرابع للتحريف أو الخامس للتحريف التحريف بمعنى النقيصة السابق قلنا التحريف بمعنى الزيادة الآن نقول لا التحريف بمعنى النقيصة بأي معنى؟ بمعنى أن المصحف الذي الآن بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء بمعنى أنه قد ضاع جزء من هذا القرآن والتحريف بهذا المعنى الأخير قد وقع الخلاف فيه بين الشيعة والصنة هذا تجمال ما يشير إليه صاحب البيان حول معاني التحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر